تماسك أسعار الذهب بعد بيانات قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية تحرك الذهب بشكل ضعيف خلال تدولة اليوم بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر يأتي هذا في ظل تماسك الذهب وتدول مستويات الدولار بعد البيانات الأقل من المتوقع عن قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى هذا فقد أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال محظر اجتماعه الأخير للبنك سيقوم برفع الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2018 ومرتين خلال عام 2019 وتداول تسعار الذهب عند مستوى 1320 دولار و77 سنة للأوقية بعد نفتح جلسة اليوم عند المستوى 1323 سنة للأوقية